طيب نبدأ يا جماعة في مراجعة سريعة جدا من دوما اخذ من وقتكم للحلقة الثانية من انمي سولو ليفلين الحلقة الثانية اللي حمستني اكتر واكتر للانمي نعم يا جماعة الحلقة الاولى كانت جيدة من ناحية بناء القصة او تعريفنا بالقصة وتعريفنا بالشخصية قيمناها بطريقة جيدة وكثير من الناس اعتبرت انه تقييمنا عبارة عن تطبيل للانمي ولكن يا جماعة اثناء مشاهدتي للحلقة الثانية اكتر شي تمنيت انه لو كان صاير انه نزلوا حلقتين الاولى والثانية مع بعضهم بنفس الوقت لان عشان نكون صريحين الحلقة الاولى هي كانت حلقة بناء حلقة تعريفية عن الانمي عن الشخصيات عن القصة الحلقة الثانية لسا تمكمل في موضوع اعطاءنا الكثير من المعلومات اللي تعتبر جدا مهمة لفهمنا لهي القصة ولكن النقطة الاضافية اللي كانت مميزة وكنت بتمنى لو الحلقتين نزلين بنفس الوقت هو دخول الفلسفة الفلسفة من ناحية طرح الافكار وفلسفة الشخصية الرئيسية الان رح نرجع الحلقة بطريقة شوي مختلفة بحياتي وبحياتك وبحياة كل الناس اكيد في شخص هو الانسان المضحي هذا الانسان اللي مستعد انه هو يضحي بامواله ويضحي بصحته واي شيء بتطلبه منه بيقلك والله لبيك مستعد لدرجة انه هو يضحي بحياته امشانك هذا الانسان ممكن تكون انت ممكن اكون انا ممكن يكون حدا بتعرفه موجود بحياتك هذا الشخص اللي ممكن يكون هلأ خطر على بالك اللي انت بتعرفه بحياتك الواقعية بيشبه بنسبة كتير كبيرة شخصية سون في الحلقة الاولى وثلاثة ارباع او خلينا نقول تسعين بالمية من الحلقة الثانية شخصية سون هو اضعف صياد في البشرية هذا الانسان اللي بتمنى انه هو يطور من حاله لحتى يقدر يدرس اخته ويشفي والدته وبكل مرة بيكون مشارك في احدى الغارات بيتعرض لمواقف جدا صعبة بيتبهدل بطريقة طبيعية سواء من الناحية النفسية او من الناحية الجسدية دائما هذا الانسان عنده اصابات جدا بالغة مستعد يضحي بجسمه ومستعد يضحي بانه هو ياخد اصابات تعتبر كتير صعبة وممكن يضل ايام طويلة موجود في المشفى بس مشان يفيد حدا موجود معه في هاي الغارة او على سبيل المثال اللي تعتبر شغلة اساسية موجودة بحياته انه هو من الاساس عبيضحي بكل حياته وبدخوله للمغارة وعبيضحي بفكرة انه هو اضعف صياد بالبشرية حتى يساعد اخته ويساعد والدته فالحلقة الثانية جماعة دخلت الفلسفة بطريقة جيدة جدا فبالتالي الفكرة اللي ممكننا اخدها من هذا الشيء انه اليوم كان في عنا فلسفة عبط انطرح لحتى الشخصية الرئيسية اللي موجودة معنا تتطور بطريقة جيدة لتوصل لنهاية الحلقة الثانية رح نحكي طبعا لنهاية بعد شوي ولكن طريقة التفكير تبعيته فكرة انه هو اضعف صياد بالبشرية هو كان العنصر الاساسي في حل الغاز اللي كانت موجودة ففكرة الوصايا الثلاثية ليست فقط انك انت تكون بتعرفها لا لازم تطبقها بطريقة انك انت تفكر بشكل عميق فبالتالي الشخص الوحيد اللي كان موجود في هذا المكان اللي هن محبوسين فيه هو شخصية سون يلي فكر بطريقة سليمة فهم اش اللي عب يصير بالظبط هذا اللوحل او الصورة اللي كانت موجودة فهم اش المعنى منا واش المغزى منا فخلى نسبة كتير كبيرة من الناس اللي موجودة معه تروح وفعلا تنجو بحياته او ممكن ما تكون نجل في حياته لحد الامامنا عارف الضغط الشي اللي صار ولكن بطريقة او باخرى بسبب انه سون شغل مخه وعارف يستنتج الفكرة من الوصايا الثلاث شفنا شيء من الالغاز بقصة بصراحة انا فاجأتني انا كنت متوقع انه رح يكون في عنا عالم سحري وقوة سحرية ومخلوقات سحرية وقتالات ما بينتهم انتهى الموضوع ولكن الحلقة الثانية كانت عب تبره لك انه لا الانامي رح يجيك بافكار جيدة رح يجيك بافكار فيه الغاز هاي الغاز اللي بتعطيك نوع من الحماس واللي بصراحة يا جماعة الحلقة كانت جدا ممتعة ما حسيت على الاطلاق بوقت الحلقة اضافة انه كانت فعلا مستمتع بسبب انه في شيء جديد عب ينترح في هذا الانامي لان يا جماعة في هاي الرحلة ووصولنا لنهاية الحلقة وبقاء شخصية سون كشخصية وحيدة موجودة بعد ما اغلب الناس اللي معه سواء كانوا ميتين اللي حاولوا انه هنن يتزاكوا ويحاولوا انه هنن يهربوا ولكن تم القضاء عليهم من قبل هذا المخلوق اللي موجود فبطريقة او باخرى في بعض الشخصيات ماتت وبعض الشخصيات بسبب التضحيات ركز معي بسبب التضحيات طبع شخصيات سون قدروا انه هنن يهربوا اولا تضحيته بانه هو اول شخص فهم الفكرة او الوصية الاولى من الوصايا قام طبق فكرة معينة ما كان يستجري اساسا يقوم او يتحرك هو الشخص اللي قام وطبع فبالتالي هو اضحى بفكرة خطرت على باله كان ممكن يموت بالاخير هو شعب يعمل شيء استنتاج ممكن يزبط ممكن ما يزبط فبالتالي هو ضحى اما التضحية الثانية بعد استنتاجه لفكرة انه كل الشخصيات من المفترض تكون واقفة امانه هدول التماثيل او هدول الوحوش خلينا نقول يلي عب يعزفو فبالتالي كل شخصية راحت على احد هدول المخلوقات ولكن هو والبنت اللي معه بيوقفه قدام احد هاي المخلوقات ولكن بيكتشف انه من المفترض شخصين ما يشتغل فرح يموته فكامل مفترض ان هو يحمل حاله ويرقض بطريقة كتير سريعة لإحدى الشخصيات او لإحدى المخلوقات التانية فهي كان تضحية تانية لحتى ينقذ البنت يلي معه ما خلاها هي تحمل حاله وتروح ترقض انما ضحى بحياته وعطى فرصة لهذا المخلوق انه هو يدهسه وفعلا بالاخير بتنقطع اجره هو عبير قد وضحى بحياته لحتى البنت تضيع عاشية اما يا جماعة التضحية الثالثة واللي تعتبر هي اهم شيء واللي هنه وقت اللي كانوا في هيئة دائرة وشافوا انه الباب انفتح زيه فبلشوا يربوا واحد واحد وكأنه في عنا عداد كل الشخصيات اللي عبتهرب ممكن تطلع من هذا الباب طبعا لحد لانا حمان عرفين هنه فعليان طلعوا من الغارة وانتهى الموضوع طلعوا من البوابة ولا لا راحوا لمصير معين حمان عرفين اشو هو ولكن خروجه من هاد الباب هو بالنسبة له انه هنه نهربوا ونجوا بحياتهم فضحى بحياته ان الكل يطلع ويظل هو الاخير يلي راح يضحي بحياته مشان هاد الموضوع فبالتالي يا جماعة من بداية الانمي في الحلقة الاولى واكتشافنا انه شخصية سون تسعى للتضحية بحياتها في سبيل انه يدرس اخته ويساعد والدته وصولا للنقطة الاخيرة او التضحية الاخيرة يلي ضحى بحياته لحتى كل الناس اللي كانوا او كل الشخصيات اللي كانوا معه يهربوا ويظل هو الوحيد اللي يضحي بحياته وخلاص انا راح اموت في داء انه الناس اللي معي او الشخصيات اللي معي يهربوا كل هاي الاشياء وصل لتسعين بالمية من الحلقة فبالتالي يا صديقي العشرة بالمية البقيانة هي اللي كانت تعتبر جدا مهمة هي اللي غيرت منظوري تجاه هذا الانمي او غيرت منظوري تجاه هاي الشخصية يلي واضح انها ما حتكون تلك الشخصية التقليدية يلي انا بضحي وانا بضحي وانا بضحي وانا بضحي طب هي اشوي انا عبواجه الموت انا عبواجه الموت وشفت انه احدى الشخصيات اللي كامنة مفترض يكون هو قائد هذا المكان حمل حاله وراح فكر بحياته فكر بالانانية اللي موجودة فيه فبالتالي وصوله لفكرة انه انا اليوم عبواجه بحياتي في سبيل ايش ما كل الناس طلعوا وتركوني انا عبضحي اوكي بس ما في حدا حسستي انه انا بضل بدالك انا بضل بدالك خلاص انا بضل ما في عندي مشكلة لا كل واحد كان عبواجه بانانية وعبواجه بحاله انا الشخصية الوحيدة اللي ضليت هون فكل شخصية من الشخصيات اللي هربت استخدمت حياته واستخدمت عائلته كاعذار انه انا لازم اهرب لانه عندي عائلة انا لازم اهرب لانه لسه دائمي مستقبل إلا هو اللي ضل فبالتالي أثناء هذا الشيء والحقيقة اللي هو اتدارك في اللحظات الأخيرة أول ما قبل أنه يواجه الموت في هاي اللحظة اتغيرت الشخصية تماما بلش يلعن كل الشخصية اللي راحت يلعن هاي الأعذار قال له حلو لا أنا ما لازم كتأعمل هذا الشيء وتغيرت الشخصية وبلش يكل قتل وبالأخير شفنا أنه هو مثل بيطلع قدامه وخلين قول شروط معينة لمهمة سرية معينة ما نعرفيني الشوية ولكن الشيء الأكيد والبديهيات كبطل للأصاب ما حيموت بالأخير راح يصير شيء معين ويطلع من هذا المكان ولكن في مهمة سرية راح يخدع وفي شروط معينة راح يقبلها لحتى ياخد هاي المهمة فممكن يطلع بقوة معينة يأخد أو يكتسب قوة معينة مع لاي فكرة عن هذا الموضوع ولكن بطريقة أو بأخرى التريلر اللي طلع والبوسترات اللي طلعت واضح أن الشخصية منظرة متغير وكأنه نضج فممكن يكون في عنا قفزة زمنية أو بنتم قتلكم ممكن ياخد قوة معينة ما نعرفيني الشوية بالضبط ولكن المهمة اللي قبلها بالشروط اللي كانت موجودة هي النقطة اللي راح تحوله إضافة لتقبل أو أثناء تقبل الموت فكرة تغيير تفكيره وإدراكه للشيء اللي عبي صغير كل هاي الأمور بتخلي هاي الحلقة حلقة جميلة جدا ونرجع بنهاية هذا الفيديو للبداية أول ما قتلكم أنه يا ريت الحلقة الأولى والثانية نزلوا بنفس الوقت كان حيصير شيء جميل جدا جدا المهم يا صديقي هاي كانت مراجعتي للحلقة الثانية من أنيمي سولو ليبلينك إذا أعجبك هذا الفيديو تنسى أكيد اللايك عليه تشتركك على القناة ازر حد الأمناك ومشترك وشوفك أكيد الفيديو قادم السلام عليكم